السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد فيديو اللي الحقيقة وعبارة عن هدية مئة بالمئة من قناة دي دو سامودي لكل المبتدئين والمحترفين اللي يربيو الأرانيب هالنهار ان شاء الله هل ينقفش خافه من جارب دي الأرانيب هذي طريقة مجربة ان شاء الله يعني انا ما عنديش هاد المشكلة دي لجارب الأرانيب ولكن اخذت هالطريقة من عنده واحد صديق حاجة الوحيدة اللي يبغى انكم تحملوا الوالدين دياله قال لك قدمها بكل طيقة وراها مجربة من المدة ثلاث ايام كان جاه واحد الجارب واحد شانشيلا بين عينيه والذي الزغب كيت نتفلو وفرجليه وهالطريقة اخدها من عند واحد المرأة كبيرة ودارها وقال لها صدقة مئة بالمئة الناس ما راديش فقوا يخافوها ان شاء الله من جرب الالانيب لا الاحتياط واجب تسميته النظافة مزيانة نقيهم مزيان كما عودتكم في الفيديوهات ديالي كنقلكم نقيوا قادوا مزيان ان النبي كن نقي قادي تأتي تفصح توف الزفد للحواج ولكن الى تحتوف هاد المشكيل راها تسيد هادا كي يقولكم انه ما غا تقوش خافوه من جرب الالانيب فتاتا كيفما كان نوع دياله والمشكيل انه هو ماشي مشكيل ولكن هادا يعني واحد الجانب ايجابي مئة بالمئة ان هاد هاد دواء رخيص للغاية اسمه هو وهو غي قاعد شي العادي راها بتمندير راها مكتوب فيه كما كتشوفو راك يدير سبعة دراهم ونص اه هو قاعد شي العادي اللي كيتباع في المحلات وزيت البلدية قاعد الناس را عندهم زيت البلدية او قاعدها ما عندكمش شريو غي المقدار اللي عادي تخدموا به انه زيت البلدية ماشي مشكيل انه تكون اه حايلة ولا تكون يعني اه اه اصلية ولا لا غي تكون زيت عادية ديال ديال الزيتون زيت الزيتون تقدروا تشريو من المقدار اللي بغيتو وبلا شكرة قاعد الناس را كيكون عندهم زيت الزيتون في دار ديالهم اما الماكلة اما الطياب المهم زيت الزيتون عادية طريقة هي كالتالي انتما تجيبو جيش كسان عاديين جوج اه اه ايناء ولكن ما بغي يكون وغادي تحطوه نفس المقدار هانتو ممكن ما كتشوفو معايا وخات كتر شي شوية وخاتقلل اللي المهم انها اخد دامة مئة بلمئة ها الطريقة نفس المقدار ديال الزيت زيتون مع نفس المقدار ديال اطشي اطشي اللي هو جفي العادي كيشريو بليترو ماشي هي الروح ولا شي حاجة غالية ولا انتو ممكن تشوفو اه التمن دياله ثلاثة دراهم عفو انا راني مبنين كيش تمان ما رادين شي عبطلنا يا هاو ماديني ثلاثة اه سبعة دراهم ونصف تمان رخيص وكتجيبو الزيت ديال العود العادية كي ما بغت تكون وخات تكون أصلية ولا عادية وخات شريو المقدار اللي بغيتو شريو مثلا غي اه خمسة دراهم ولا اللي بغيتو ماشي ملا ما يكون يطرو انها ديالا كدوا غي كتنسحو به وني كتجيبو نفس المقدار كما وريدكم هنا في الكيسان نفس المقدار كتجيبوه في الكاس اللي اول ولا الاناء اللي اول الاناء الثانية وتانية نفس المقدار ديالو خايكو متفوتين شوية ماشي مشكل وكتخلطوهم بهالطريقة عادي خلطوهم صافية ومعطاكم هنا واحد المحلول انتما كيبقى الزيت الفوق معروفة الزيت هذي يبقى الفوق وسميتو ان الماء كيكونها تتقل من الزيت معروفة ولكنتما يخلطو بهالطريقة بحال هكا معلقة ولا هكا انتما حرركم بطريقة كيحتكم هاد المحلول هكا هاد المحلول غادي تشدوه وغادي تجيبو طونجة ولا اي حاجة مهم ان ما كنصحبش عليكم ما كندير شي حاجة اللي خارقة ولا غيرت جريبة مجربة ما غاديوش قاو تخافوا من جارة بالاناء يعني ربيوا الآلاني بديالكم بوحد ثيقة لانه قاعد الناس كلهم الحاجة اللي كيخافوا من هالأ فاش كيبقوا يشيروشي الآلاني بمن السوق ولا كيقولك واش فيهم من الجربة ولا ان شاء الله ما غاديش خافوا من الجربة انتما ماشي غادي تشيروا آلاني فيهم الجربة ولكن إن أهلني بديلكم ها وما أنتم كاتر بيهم ومثلا غفلتوا عليهم ولشين هار تصابتهم الجربة أنكم ما غديش تخافوا منها، هاد المحلول غديتتخلطوها هاكا بها الطريقة، أنتم من نفس الكيمياء اللي تديروا في زيت العود، زيت العادية زيت زيتون، كتديروها في أاتشاي ولا أي محلول دير جافي اللي كيتباع بليطر ومشي ملاب ميكون أاتشاي، يحن المهم أاتشاي را كدير سبعة درامونس ماشي شي حاجة، هام كيني بزاف دي السمية، المهم ثم أاتشاي هاو كدير سبعة درامونس على زيت العود وخلشلوا المقدار اللي بغيتوا، خلطوهم بهالطريقة، وشدوا الأماكن اللي تصابوا بها الألانيب ديركم، ومسحوا بونجة ولا شيشيتة ولا اللي كان، ومسحوا هادك المنطقة جيدا، مسحوها مزيان، وهاد المحلول ما تكروش، يعني تمسحوا به الكاش كامل، إن هادك الجربة راكت تسرح من واحد لواحد، ثم هادك الجهة اللي تصاب بها، مسحوا بها، الجهة هي كتكون بحل الصغرب كيبداي كيبقى يتنسل من هادك الجهة وكيبقى يسرح، وكيبقى يجي من منطقة المنطقة هادا والجرب، خلينا من القشور ديال الودني اللي وردتكم حل الفيديو في السابق، ديك البلود الميتيل يعني هادك، هادك كتصوتوه لكم تصوتوه في الودنين، أما هادا البلاصة اللي مشا من هالزغب، هادك هي اللي كتشدو، هاد المحلول هادا، ديما كيبقى الزيت الفوق يطلع، انتوما حركوا جيدين هاكا باش يتخلطوا بعضياتهم، وعاد حقوا ديك الجهة المصابة، وشدو هاد المحلول، وحقوا به الكارج كامل، أكا غير واحد اليومين ثلاثة أيام، أنا السيد رأى قال لي نهار الثالث انبت الزغب، تحيل هادك المشكية وانبت الزغب، رأى هادي الطريقة مجربة من عند الناس ديال بكري، إحنا رأى إحنا كان نأخدوه، إحنا كان نعترفوه بالناس ديال بكري، ويعني هم اللي عندهم تجريبة في هاد الشي، وبكري لا كانش الدواء، اني كان شريوه من فرماسي، هلأ رأى كان غير هاد المحلين مساكن كانوا كي ديبانيوا رأسهم، وإحنا كان نأخدوه عندهم هاتتجاريب، هاتتجريبة رأى مجربة، قال لي مئة بالمئة، أنا ما عنديش المشكلة ديال جارب، ولكن هاديرها طريقة سهلة، مجربة، أخدوها من عندي كهدية، من قناة دي دي سامودي، ودعوه معها تسيد، لأن أقل لك أنا بغيت غير رحمة الوالدين، هاديرها من الأسرار اللي كي يخبيوها جدودنا، هو أعطاها لنا، بغى أقل لك رحمة الوالدين، دعوه معها، هاد شي اللي تقدروه تديره، إلى خدمتلكم هاد، 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 هاد طريقة هادي، أه كان شكركم على التعاليق ديالكم، وكان رحب بكم، هاد الفيديو هدف حقها، أنا كنت سنناه من شحال هادي، لأن أنا كن بغين فيد المشاركين ديالي، والمتسبعين ديالي، أه طريقة سهلة، أه مرحبا بالتعاليق ديالكم، ساندونا، وتكيو على الجراء، والناس اللي بقي ما شاركوش معنا، ومتقيمة، ومشاريع خيصة في الثامن، يعني مزيانة، مئة بالمئة، نسلم الفقراء يديروا هاد النوع من المشاريع، هلها مشاريع صغرى، كتديرها في دارك، ما تحتاجش مساحة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله، أنتم طريقة سهلة إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله